مرحبا بكم إلى درس جديد ودرس اليوم هو حول هناك أسرار ومعلومات لا يعرفها الكثير حول صنع السؤال باللغة الإنجليزية البعض يقول السيد مراد أنا لا أعرف حول أن أجعل السؤال بشكل رائع حقيقة أنا أعرف أقول أسئلة طويلة أو مختلفة أول حاجة أريدك أن تعرف هناك سبق وانشرحت هذا الموضوع لكن سأعيده هناك ترتيب لأي سؤال أنت تريد أن تصنعه هذا المفروض يعني ترتيب كيف يا سيد مراد نمبر أولا أنت في البداية ستضع كلمتك التي تريدها هنا يعني مثلا what where when why who which الذي تريده how long how far what size what color هنا تأتي في البداية طيب جميل نمبر تو يأتي بعدها ماذا يأتي الهيلبينغ فيرب اللي هي مثلا is or do and does وهذا يعتمد على فهمك للأزمنة إذا عرفت الـ present continuous فتعرف ستستخدم is or إذا أنت فاهم للـ present simple ستستخدم do or does إذا أنت فاهم الماضي ستستخدم did تفهم الماضي المستمر was or where إذا أنت تعرف المستقبل ستستخدم will وعلى هذا الحال هنا الأفعال المساعدة نمبر ثري يأتي الـ subject ورقم خمسة يأتي الـ object المفعول به وهذا النقطة طبعاً هذا ليس النقطة اليوم هذا ليس درسنا درسي موضوع آخر ولكن مرتبط بهذا الدرس واحد يقول له هذا الموضوع حلو جداً اكمل اكمل يا استنبراد يعني أنا لو أردت أنه يكون أي سؤال أتبع هذا الترتيب بالضبط مثلاً what do you study ماذا أنت تدرس when does she get up متى هي تستيقب من النوم جميل جميل good which do you prefer أيهما أنت تفضل كذا أو كذا fish or meat where وأنا كتبنا هنا وين وين أقدر هنا where where did she go أين هي ذهبت yesterday last week هذا المفروض أنه إحنا المفروض نتدرب عليه وإنت تتقنه المفروض أن أنت you can make as many questions as you can قدر ما تستطيع من الأسئلة وتدرب عليها it's a good exercise تمرين جداً رائع how long مثلاً how long كما المدة how long أيها will you stay in London كما المدة تستمكثة في لندن في بانكوك في ماليزيا في سبين في اسبانيا what are they مثلاً هنا what are they doing eating ماذا هم يأكلون ماذا هم يعملون وعلى هذا الحال هذا الموضوع المفروض أنه إحنا منتهين منه ولكن ليس جميع الأسئلة not all questions بنفس الترتيب هذا أحياناً هناك أسئلة لا تستخدم فيها نفس الترتيب هذا وستكون كالآتي مثلاً إذا أنت أردت أن تقول who meet you وهذا السؤال يعني من قابلت أنت أنت قابلت شخص معين أريد أن أعرفه من هو من قابلت who did you see who meet you who saw you من رأىك هناك فرق الآن عندما تقول who meet you فرق بينه وبين who did you meet واحد يقول ما الفرق يا أستاذ مراد وضح لي who saw you who did you see ركز معي step by step عشان كده أنا سميت أسرار الأسئلة من قابلت أنت أنت قابلت شخص أنا أريد أن أعرفه لكن هذا السؤال who did you meet تمام who did you meet في شخص قابلك تمام أنت من قابلك هناك شخص قابلك أما هنا أنت قابلت شخص who did you meet أنت من قابلت باختصار باختصار هنا who met you أنا أريد أن أعرف the object who did you who met you who saw you من رأك أنا أسأل على عفوا على على الفاعل يعني أنا أسأل على مثلا الإجابة هنا who met you tom meet me tom هو الذي قابلني who saw you tom هو الذي رأاني هذا السؤال بيسأل على subject على الفاعل يعني أنا أريد من هو الفاعل who visited you من زارك tom زارني أو جدي زارني أنا أريد أن أسألك على الفاعل لكن who did you meet أنت من قابلت أنا أسألك على object المفعول به أدي على ذلك أن الإجابة ستكون هنا I met أنا قابلته مثلا my father أبي أنا سؤالي على هذا أبوك أريد أن أعرف أنت من قابلت مش هنا من قابلك لا أنت أنت قابلت أحد أريد أن أعرف هذا الشخص الذي أنت قابلته في هذا السؤال فإذا هنا who did you meet والذي هو عادة يتبع لترتيب السؤال تبعي الذي عادة نتبعه عندما نصنع أي سؤال وهي أغلب الأسئلة عادة بتكون بهذا الترتيب فهذه المجموعة أو هذا القانون ترتيب السؤال إذن كما أخبرتك نحن هذه المجموعة من الأسئلة نحن بنسأل علي المفعول به يعني هذا الترتيب عشان واحد للبعض يقول أنا متخربة يا أستاذ مراد لا تتخربط عندك طريقتين لصنع السؤال step by step خذ نفس عندك طريقتين لصنع السؤال إما أن تتبع الترتيب الآتي one two three four five وتعمل أي أسئلة تريدها وإما أن تعمل هذه الطريقة ما الفرق بينهم الطريقة الثانية لا تتبع one two three تلاحظوا أنه على طول who اللي هو رقم واحد ثم على طول الفعل والذي يأتي بعدها مفعول به يعني يأتي مفعول به مباشرة who killed him من قتله أو who killed the manager من قتل المدير ترتيبه هنا يختلف واحد ثم يأتي على طول الفعل ثم يأتي مفعول به طيب أوك يا أستاذ مراد أنا هتتبع الترتيب هذا وهستتبع الترتيب هذا جميل but what's the difference ما الفرق هذه الطريقة one two three four five وهي الأكثر شيوعا حقيقة هذه أنت تسأل about the object تريد أن تسأل على المفعول به ما هو المفعول به يا أستاذ مراد دار الكرام هذا ما بيأكلش معايا المفعول به يا عزيزي عندما أنت مثلا تسأل سؤال تعال نكون سؤال فتقول what did she cook ماذا هي طبخت صح ولا لا مش أنت سؤالك تريد أن تعرف ماذا طبخت فالإجابة تبعها الإجابة المفروضة الإجابة للسؤال على ماذا هي طبخت she cooked هي طبخت أنا أريد أن أعرف هذا بيتزا ولا معصوب ولا كبسة أريد أن أعرف ماذا طبخت أي أنه سؤالك يبحث على المفعول به الذي هي طبخته what did you study ماذا أنت درست إجابتك I studied أنا درست أنا أريد أن أعرف ماذا درست ماذا شاهدت what did she watch ماذا هي شاهدت she watched هي شاهدت أيوة ماذا شاهدت هذا هو سؤالي هذا الترتيب بيسأل على المفعول به الـ object لكن هذا بيسأل على الـ subject على الفاعل فنقول who killed the doctor من قتل الدكتور شوف الترتيب يختلف هو ثم يأتي الفعل killed ثم الدكتور المفعول به أنا أريد أن أفعل أسأل عن من أسأل عن من عن القاتل فتكون الإجابة Sammy killed the doctor أي سؤالي هنا على الفاعل لكن هنا سؤالي على المفعول به أصبحت واضحة نأخذ أمثل أكثر أنا أسألك who gave you the money who gave you the money من أعطاك المال أنا لا أسألك على المفعول به أنا أسألك من العاطي من اللي أعطاك فتقول لي my father gave me the money who helped you من ساعدك أنا الترتيبي هنا يختلف عن الترتيب هنا who helped you who saw you who gave you the money who visited you who lives in this house من يعيش في هذا البيت who lives in this house من يعيش في هذا البيت فتقول my uncle إذن أنا أريد الفاعل سؤالي إنه عمي أو جدي أو خالي هو الذي يعيش في هذا المنزل إذن الفرق واضح أنت تستطيع أن تكون any question but ولكن خد بالك إنه هنا يختلف عن هنا هذا تسأل على المفعول بالobject وهذا تسأل على الفاعل وهذا تقول كيف فرق أنت ركز هو ثبانين بالمئة من الأسئلة عادتنا على هذه الأسئلة لكن أحيانا بتحتاج هذه الأسئلة كما تتعرفون who saw her من رآها who visited them من زارهم من زارهم أنا سؤالي على الفاعل سامي visited them police visited them الشرطة هي التي زارتهم وعلى هذا الحال البعض يقول أنا سأتمرن عليها إن شاء الله وهتكون إن شاء الله واضحة بالضبط كل ما تريد أن تفعله أن تحاول أن تتبع أنا ما أعطيك الترتيب هذا الترتيب هذا لن تجده أعطيتك الترتيب هنا وعطيتك الترتيب هنا أنت بس اعمل وهتتضح لك الرؤية وحاول تكون try to make questions واحد يقول أنا أريد أن أشاهد فيديواتك السابقة وأبدأ معك من المستويات الأولة اضغط على أسفل الشاشة التي أعملت ستظهر لك قوائم التشغيل من قوائم التشغيل ستظهرك المستويات الأول والثانية والثالث الرابع كل مستوى في مجموعة درس مع بعض اضغط عليها ستظهر لك الدرس من الأقدم إلى آخر درس آخر درس كل مستوى هناك اختبار الاختبار هذا يؤكد أنت مستوىك يعني مناسب أنك تشتاز هذا المستوى ولا تعيده اللي يسألني يقول أنا من أي مستوى أبدأ اختبر نهاية كل مستوى فيديو اختب نفسك وتأكد لا تنسى اللايك والاشتراك شكرا لك حبا مرفقا شكرا